اخيرا وبعد اكثر من شهر ونصف من القتال وسقوط الاف الضحايا توصل طرف الحرب في غزة الاتفاق حول هدنة موقتة مدتها ايام تتضمن اطلاقا متبادلا لرهائن اسرائيليين وسجناء فلسطينيين وفور اعلان التوصل الهدنة خرجت للعلن ردود فعل كانت بمجملها مرحبة مع بعض التصريحات الحذرة او المشككة بمدى جدية وقف اطلاق النار وامكانية تطبيقه او تمديده لفترة اطول في تل ابيب حاول مسؤولون اظهار الهدنة على انها نجاح للعمليات العسكرية لقواتهم عبر اجبار حماس على الرضوخ وعقد صفقة تبادل للرهائن في حين اكد المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية ان الهدنة لن توقف الحرب بل انها مستمرة حتى القضاء على حماس وهي تصريحات تظهر مدى الضغط الذي يواجه نتنيوها وفريقه في مسألة الافراج عن المختطفين خصوصا من ذويهم الاحتمالات تشير الى ان الفائد من الهدنة ستكون متبادلة لانها ستكون فرصة لحماس لاعادة التسلح لكن ذلك سيواجه ببقاء فرق عسكرية اسرائيلية داخل غزة واستمرار طائرات الاستطلاع في جمع المعلومات اما في واشنطن فقد صرح اعضاء في الادارة الامريكية الى ان هذه الهدنة لا تمثل نصرا لاسرائيل على الاقل في ظل بقاء 200 رهينة لدى حماس ومقتل 1200 اسرائيلي في هجوم 7 من اكتوبر في حين استبعد مسؤول امريكي اخر ان تتحول الهدنة الى وقف اطول لاطلاق النار الهدنة تبدو على ارض الواقع هشة حتى قبل بدئها لكنها خطوة في طريق شاق وطويل يحتم على الدبلوماسية الاقليمية والعالمية السير فيه لتحقيق الهدف الاصعب وهو انهاء الحرب وهو في ذات الوقت فرصة للشروع بعمليات الاغاثة ونقل المساعدات في ظل اجواء امنة ترجمة نانسي قنقر